على الناتق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين ان عملية انزال مساعدات طبية ودوائية جوا للمستشفى الميداني الاردني غزة تطلبت ترتيبات معقدة وعملية ليست سهلة خاصة ان المستشفى يقع في منطقة صراع محتدم مشيرا الى ان ما يهمنا في الاردن هو تخفيف الام اهالي غزة ودعم المستشفى الميداني هناك وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية صرح انه وبتوجيهات ملكية سامية قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بانزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مضلات للمستشفى الميداني الاردني في غزة والذي اوشكت امداداته على النفاذ وتجتمل المساعدات على اطنان من المستلزمات الطبية والدوائية العاجلة مشيرا الى ان المستشفى الميداني يعمل في غزة كجزء من السياسة والموقف الاردني تجاه اهالي القطاع